اللي كيحضروها الناس في الديور ديولوم أثناء شهر رمضان وهي تكاد تكون خاصة بالمغاربة هاد الخلطة ديال سلو كنسموها سلو مع شراش هاد الاسم هذا من نجا هو خليط ديال مسحوق يلي كيكون في مكونات الأساسية المكونات الأساسية من غير الطحين من غير كاللي كيدير زبدة بالياكل وكل واش تيدير لكن المكونات الأساسية كتبقى هي زنجلان هذا يعني السمسم واللوز مع الأسف الشديد لأن نساء كلهم كيعجبهم هاد الوز المستورد لأنه كبير الحجم ولأنه جيد كذا إلى خير ولكن إذا كان يعدلوها من اللوز المغرب يكون أحسن اللوز البلدي يكون أحسن اللوز عدمها في المغرب الحمد لله كان جوج مناظق خبرى لإنتاج اللوز هي منطقة سوس كان منطقة أكنول الناس كيقول لك اللوز ديال أكنول مر شوية مزيان تال لوز المرته ومزيان إذا كانوا يأكلوا واحد خمسة ولا سبعة الحبات دي اللوز مرتها ومزي يعني لأن اللوز المر كتكون علاش خطير لأنك يكون في سيانير مرتفع ولكن ما ينسوش بأنك في حتلة ميكدالين با فيتامين بقى 17 تهيام يعني في يعني ما يكونوا كانوا يأكلوا اللوز من يلقاش واحدة مرة من له من أكس خصد كل من أكس خصد كل لما الناس ما كيف ققرش للوز المر ولكن اللوز المرته هو مهم لأن هذه المرورة دي لذي النبات هذا نامو سكون النظام عام الله سبحانه وتعالى خلقت كون هكذا كل الأشياء المرة كلها جيدة كلها لا في البلوط ولا في الزيتون ولا في الصدر ولا في جميع الأشياء المرة كلها جيدة كلها جيدة فلأن southern في كانوا غليكوزيدات مرين وهذا غليكوزيدات وأهمية لأن الزيتون علي المرورة دي verlierو الزيتون ما علي الزيتون ولا تبن زيتوني لا تحلي ما بقاش مر ما بقاش زيتون لا ينفع ربما يأكلونه الناس كده ولكن لا ينفع فهذا اللوزم اللي كي تجتمع اللوزم على الزنجلان عندنا تركيز مرتفع دي الحمد الأوميغا 3 وحمد الأوميغا 3 هو المهم في التغذية لأن قاعد الناس اللي عندهم يعني التغذية ديالهم نقص فيها هذا العامل للحمد الأوميغا 3 كلهم عندهم أعراض يعني لاش لأن الحمد الأوميغا 3 مشي كيحفظ من واحد المرض معين هو يعني كيراقب جميع فيزيولوجيا الجسم ويتدخل في جميع فيزيولوجيا الجسم هو هاد حمد الأوميغا 3 يعني يتدخل على مستوى الشرايين باش ما يخليش الكوليستيرول الحميد يتأكسد إلى كوليستيرول خبيط وباش يخرج الهوموسيستين لأن الهوموسيستين إلا ما خرجتش من الشرايين كتحفرهم يعني كتحفر الشرايين من الداخل كيتكونوا سدادات فهذا الحاديث هذا يعني هو الناس كلهم كيتكلموا على حمد الأوميغا 3 وأمرض القلب الشرايين والقلب وهذا هو يعني إحنا فسترنا اليوم يعني بالتدقيق بسطنا الأمر طبعا حمد الأوميغا 3 يمنع سرطان تدي لأن العامل هذا اللي كي ادي سرطان تدي كيكبح العامل الحمد الأوميغا ثلاثة كيكبح سرطان تدي ولذلك بحال مثلا النساء اللي كيكلوا سمك بكثرة وما كيكلوش اللحوم اللي يعني المصدر دي الكوليستيرول ما ما عندهمش سرطان تدي بحال مليزي اسكيمو مثلا آآ الاسكيمو ما عندهمش امراض القلب وما عندهمش سرطان تدي وما عندهمش العقم ما عندهمش يعني عشاء هاد الامراض هذي اللي عاد نحن علشانهم كيستهلكوا السمك بكثرة. ثم يعني هاد الحمض لأوميغا ثلاثة النباتي. حمض لأوميغا ثلاثة ديال السمك كيكون بوحد يعني تركيز اعلى من حمض لأوميغا ثلاثة ديال اللوز وديالزنجلان والقرقاعة كذلك كين في حتى في زرعة كتان في بودر الكتان. ولكن هاد الحمض لأوميغا ثلاثة النباتي كيكون مع زيوت نباتية غير مشبعة. يعني كيكون يعني اقوى من 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 حمض لأوميغا ثلاثة لانه الامريكيين في اللول كانوا كيقولوا حمض لأوميغا ثلاثة ديال السمك احسن من حمض لأوميغا ثلاثة ديال النبات. هو العكس تماما. لماذا لانه هو الجاما الجاما لينولايك هو حمض لأوميغا ثلاثة وحمض لا سيد جرا جاما لينولايك. الجاما لينولايك لا يوجد في الطبيعة. باش الناس الناس اللي كيشد يبقوا ينصحوا غير بحمض لأوميغا ثلاثة بدون ان يعلمو. لك يعرفوا شنا Fujane الجزائق دية الحمض الميا تلاته. بالنسبة لنحنا بيوكي بليو كي ميا. حمض الميا تلاته لا يوجد في الطبيعة مين المستحيل يكون في الطبيعة. انما كيوجد الفالينو ليك في الطبيعة. كاتكن الفالينو لليگ والالفالينو لليك هي اللي في الجسم كالتّحول الجما تلاته يعني اي seinen جسم يواصل اللي الجم يعني غالك يقول لي اومي Optimus 3 انما ما كيكون شوميق 1000 للسمك ولا الوز ولا الزريعة ٣3000. يعني الأ applauding م weet جزئة اللي كي نفسها ما كي يجو زئة اللي كي نفلوز وفي زنجل نفسها. العالفا لنوليك الليش لأنك تتحول بمئة في المئة في الجسم القاملينيك. ماشي مشكي. غير كتدخل الجسم كتوليه اوميغا ثلاثة. ما كانش مشكي. وكي الاميغا تسعود اللي كان في زيترغان هذيك الاميغا تسعود تا يعد أهمية قصوة تاية كبيرة. ولكن اوميغا تسعود قليلة في طبيعة ما ما كانش قليلة هذي. فهذاك حمد الأوميغا ثلاثة اللي كي نفسه زائد البروتين لأن اللوز منصي وش الناس بأن اللوز هو مصدر ديل البروتين لأن فيه تركيب ديل بروتين اللي في اللوز كتير من لحم. فبروتين فلوز كتير من اللحم لانان ما شناس كي سمعه بروتين ًتحابة من راهية الحملة. كل لولز في بروتين كدليك وهاد البروتين النباتي بروتين تامين جدا بروتين تامين جدا وكنس duty الشريف. یعنى ما معاهاش الكوليستيرول وممعهش الدسين. يعني بروتين جيد خصوص بالنسبة الاطفال مثلا. الاطفال وبالنسبة للنساء اللي كيرتدعوا وبالنسبة لنساء الحوامل هذا هذا البروتين نباتي جيد لان المرأة اللي كتردها خاصة بروتين تعطيهم الطفل. يعني هاد والفواكه الجافة جيدة للمرأة اللي كتردها القطاني والسمك والفواكه الجافة. مهمة جدا للمرأة اللي كتردها. علاش? لانها عندها حمد الأوميغا ثلاثة وعندها بروتين. والمرأة اللي كتردها خاصة حمد الأوميغا ثلاثة وخاصة البروتين. يعني هاده مهمة جدا. ثم انه اللوز فيه كذلك معادن مثل الماغنيزيوم والمونغانيز. وفهم الكروم كين الكروميوم. وكين معادن اخرى مثل الزنك ومثل الحديد. مثل الموليبدينيوم ما كينش في النبات الا القطاني. الموليبدينيوم ما كيكونش فات. زائد دسم هذا الزيوت يعني هذه المادة الدسمة على شكل زيوت اللي كين في اللوز وفي الزنجلان. على شكل زيوت من اللي كتكون مادة الدسمة على شكل زيوت بأنها غير مشبعة. والمادة الدسمة الغير مشبعة هي اللي يعني كت هي اللي كيستخدمها الجسم في الأغلفة والأغشية دي الخلايا. خصوص خلايا دي الجهاز العصبي. يعني هاده مهمة جدا يعني هذه لأن الفوسفوليبيد اللي كين في الأغشية والأغلفة دي الخلايا هو كيجي من هاده الليبيدات النباتية اللي يعد كتدخل الجسم وكتولي على شكل فوسفوليبيدات. طبعا يعني الجميع الخلايا كتخدم بالدهون خاص الناس يعرفوها القضية دي. ممكنش الجسم يعيش بدون بدون دهون من المستحيل. ولذلك خاص الدهون يعني هاده الدهون النباتية هي اللي كيستخدمها كيستعملها الجسم بدون خطر وبدون أي شيء. ومع الأسف من قبل كانوا الناس كي ياكلوا النبات كتر من اللحوم وكان الجسم ما كانش هاد الأعراض دي الجهاز العصبي ولا أعراض دي الجهاز الهضمي ولا أعراض دي النقص في الطاقة ولا أعراض دي النقص حتى في في الأنزيمات ولا مثلا في خصوبة عند الرجال ولا ولا خالة الهرموني عند النساء ولا شيء ما كانش هاد الأشياء هذي الولايات الآن دبا. فهذا الزنجلان أو السمسم آآ فيه كذلك كالسيوم. وأول مصدر للكالسيوم هو السمسم. قليل من يعلم هذا القضية يعني السمسم فيه كالسيوم. وفيه فيتوستروجينات والفيتوستروجين اللي كينا في السمسم آآ يعني كافية لضبط جميع الفيزيولوجيا الجسم. لاش لأن الفيزيولوجيا الجسمية تحت التأثير الهرموني يتعمل تحت المراقبة الهرمونية. آآ الهرمونات اللي كي يجيز إما من الليبوفيز ولا الليبوطالاميس إما من الغدى الدرقية. جميع عليهم عموما جميع يعني الهرمونات. آآ إما الغدد السماء إما الغدد الأخرى. فهذا الفيتوستروجين هو أولا يهم النساء أكثر من الرجال. فإلى اجتمع الفيتوستروجين مع حمض الأوميغا ثلاثة. هاد الاثنين هادو. إلى اجتمعوا هاد الاثنين. وكانت يعني الكمية ديالهم جيدة. آآ المرا ما تديرش سرطان تدي وما تدير سرطان للمبيض وما تدير سرطان لولدها. سرطان الرحيم. لأن هاد سرطانة هدي تتعلق بالهرمونات. تتعلق بالهرمونات. وحتى الرجال سرطان بروستاتة عند الرجال ويتعلق كذلك بالهرمونات. فحي. ولذا هاد السلو ما كيكلوش منه الناس كتير. وبعد المرض كيلوتو كيزيدوا عليه بعد الزيوت المهدرجة وللمارغارينات. مارغارينات والحجام. مع الأسف. من الأحسن علي وخي يتقلى. الحمض الأوميغا ثلاثة والبروتينات والدسيم. ولكن غاد يمتص بيروكسيدات. قناة نصائح وإرشادات مجانية. هذه الزيت الرومية اللي غاد ينقله فيها. هذه زيت المائدة اللي غاد يتقله فيها غاد تعطي بيروكسيدات. ومن الأحسن لا يقليوش. لو كان يصخنوا بالعكس. لو كان يصخنوا في الفورن شوي ولا بلاشقة. يكون طازج يكون أحسن. يتحنوه مع الزنجلان ويزيدوا عليه دقيق قمح ولا دقيق شعير ولا يزيدوا عليه معه ثم حبة حلاوة والنافع طبعا كانوا تزيدوهم النساء يزيدوهم. وهذا يعني من اللي يزيدوا الشمراء والينسون. هذي حبة حلاوة والنافع. مع السمسم. هذي يقول لي عدنا واحد الكمية ديال فيتوستروجين مرتفع. جيد يعني ما شاء الله. لازدنا علي محمد الأوميغا ثلاثة اللي كان في اللوز وكان في السمسم كذلك. ثم نزيدو بروتين ونزيدو هذي الدهون الغير مشبعة. الزيت ديال يعني اللوز في زيت اللوز في كي مشي احتل عشرين اتنين وعشرين في المية ديال المادة دا سيمة. ومادة دا سيمة يعني تمينة. مادة دا سيمة جيدة. مشي 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 في مفاش كوليستيرول. فهذا تتبقى تتولي هاد الوجبة هذي. هي وجبة قوية. ووجبة فيها مكونات يعني. ما كنينش في وجبات سريعة ولا في النمط العيش الحديد. ما كنينش هذي. هما اللي خاصين الان. هما اللي خاصين هما الفيتوستروجين وحمض الأوميغا ثلاثة ينقص في هذي الوجبة السريعة وفي التغذية نمط العيش الحديد. هذا هذي المادة الغذائية قوية للاطفال جدا للاطفال. لان في Zebrutin وفي أملح معدينية وفي دهون. فحمض الأوميغا ثلاثة في الفيتوستروجين. خصوص البنايات هي جيدة للمرأة المرضع لأنها غدا تعطيها قوة حمض الأوميغا ثلاثة وكالبروتين هي جيدة للرجال لأن حمض الأوميغا ثلاثة يضبط وكيصخل الجسم عند الرجال يعني بوحد القوة يعني ما شاء الله وجيدة الناس اللي كيركزوا الناس اللي كيخدموا كتير بالفكر ديالهم ناس اللي كيركزوا عليهم يعني الدم الفات المذيعين مثلا هذو اللي كيكل عمل ديالهم غير ساعة مثلا في ستوديو ولكن ساعة ضخمة جدا من حيث العطاء الفكري ومن حيث التركيز وما إلى ذلك فحتى الطلبة مثلا اللي كيوجدوه انتحانات ولا اللي كيقراول حاجة ما اللي كيكونوا الطالبة يوجدوا انتحانات خصهم يا كلوهاتً لوش بس سلوه احنا ي Jamie ندروها في المغرب كندروها في رمضان وكندروها ملكا تولد المرأة مع الأسف هي جيدة ملكا تولد المرأة ستأخذها يعني وكانوو أدكياء المرأة المغربي سبحان الله المغربة كانت أدكياء فضلها في المستحضرات هذه كالدار في الدار. خص الدار لمرأة الحامل هذا السلو هذا خصه تاخذ المرأة الحامل لأن قلنا في فيتوستروجين وفي حمض الأوميغا ثلاثة وفي بروتين وفي أملاح معدينية في فيتامينة طبعا يعني فجيد لهذا المرأة الحامل ولكن مع هذا المرأة اللي تولد ورمدان ما كيأكلوش الناس المغربة ما كيأكلوش هذا الوجب هذه مع الأسف خصت تكون دائما في المنزيل لهذا السلو هذا. لكن الناس وتكون سهلة استعمال ما يبقاوش للنساء يلوتوها بعد يزيدوا هذي يزيدوا هذي يزيدوا هذي يزيدوا غير طاحين مع حبة حلوة والنافع الزنجلان واللوز يزيدوا عليه ولا بغوا يدهنوها شوية باش ما تبقى شيئا بسا الزبدة بالديا دايزة ماشي مشكل الزبدة بالديا جيد يزيدوا زيت هارغان يزيد زيتون يزيدوا أي دهن آخر ولكن ما يزيدوش مع الزيوت الأخرى وما يزيدوش مع المارغاري